السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح يا رب تكونوا بقى الفخير وصحة وسلامة ويا رب دايما مشاريعكم في تربيته طيور تكون نكحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنون النهاردة جايين نتكلم عن حمض من اهم الاحماض الامينية اللي بتستخدم لزيادة انتاج البند الاحماض الامينية دايما احنا بنشاور عليها وبنؤكد انها حاجة ضرورية لزيادة الانتاج حاجة كده اللي هو اساسية ما ينفعش ابدا انك تكون بتربيط طيور ومش عارف اهمية الاحماض الامينية في زيادة الانتاج بتاع البيض في القطيع بتاعك وفي اكلات كتيرة جدة حوالينا نباتات وحبوب وبعض الاعشاب بتؤثر في مستوى ونسبة الحمض الاميني في جسم الطائر تمام لكن احنا النهاردة جايين نتكلم عن الحمض الاميني بشكل مباشر اللي هو تجيبه من الصيدلية زي ما هو كده وتقدمه ليه طائر مش اكلات بتحتوي على الحمض ده الحمض ده اساسي جدا لفواد كتيرة تتعلق بانتاج البيض لكن ابل اي شيء اعمل لايك على الفيديو اشترك فيه القناة فعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوات الجديدة اول باول ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول الموضوع بتاعنا النهاردة بيتعلق بواحد من اهم الاحماض الامينية اللي موجودة في الصيدليات البطارية وزي ما قلنا مهم جدا ان احنا نوفر كمية كافية من الاحماض الامينية للدجاج بتاعنا تمام علشان نزود انتاج البيض مش بس علشان نرفع الحالة الصحية ولا علشان خاطر ننخلي صحتهم ومناعتهم عالية ولكن علشان تاخد اداء عالي جدا من انتاج البيض والخصوبة بشكل عام وتديهم طاقة وتديهم مناعة وتزود عندهم النمو والاحماض الامينية كتيرة جدا لكن مش كلها بتؤثر تأثير مباشر وسريع في زيادة انتاج البيض تمام لازم نعرف كويس قوي انه الدجاج البيض حاجة والدجاج اللاحم حاجة تمام والدجاج اللي لسه بيكبر الكاتاكيت الصغيرة حاجة تانية موضوع معقد شوية بس هحاول بسطولك تمام يعني لازم تاخد بالك ان كل فترة من فترات عمر الطيور بتاعتنا بيحتاج احماض امينية معينة تمام وكل نوع وكل سلالة من الطيور بتاعتنا بتحتاج احماض امينية معينة لكن احنا هندخل بشكل مباشر على ايه على الحمض الامينة ده اللي بيستخدم لزيادة انتاج البيض عند الفراخ البيض عشان ما انتوهش بعض تمام يعني فيه لايسين وفيه مش عارف ايه وفيه مش عارفين مناش داعوا بكل الاحماض الامينية دي انا جاين نشاور على حمض امينة معينة لازم العلائق اللي بنقدمها للطيور بتاعتنا تحتوي عليه وبكميات كافية لانك هتاخد فوايد كتيرة جدا الريش بتاع الطيور هيكتمل نموه بسرعة ولو فيه فترة قلش بترجع الريش بسرعة جدا تمام حالات نزع الريش والافتراس هتخف وتختفي من القطيع بتاعنا تمام ردة الفعل المناعية للجسم ضد الامراض المختلفة هتبقى اقوى بكتير جدا وده يرفع المناعة ويخلي جسم الطائر عنده القدرة انه هو ايه انه هو يعني يقاوم الامراض المختلفة ويقاوم اي ايه هجوم فيروسي او بكتيري على جسمه تمام برضو الحمض الامينة اللي جايين نتكلم عنه النهاردة ده احد موانع الاكسادة مضادة اكسادة قوي جدا 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 لو فيها اي مشاكل تبع الالتهابات او تبع الخصوبة في جسم الطائر فهو بيحلها بمنتهى السهولة وبيخلي جسم الطائر يتخلص من اي نوع من انواع الالتهابات تمام فالمهم ان احنا ايه بنضيف الحمض اللي احنا جايين نتكلم عنه النهاردة ده والحمض اللي احنا جايين نتكلم عنه النهاردة اسمه اسمه ميثيونين تمام ده بنضيفه للعلائق بصيغة دالام او دي ال بصيغة دي ال تمام دي ال ميثيونين ده متوفر تجاريا على نطاق واسع او ممكن تلاقيه بصيغة تانية اسمها هايدروكسي ميثيونين او هايدروكسي انالوج ميثيونين تمام الهايدروكسي انالوج بتاع الميثيونين ده المتوفر بشكل كبير جدا في الصيدليات البطارية وده يعتبر واحد من اهم فروع الميثيونين او مولدات او ثوابق الميثيونين زي ما بيقولوا عليها عشان بس ما صعبش عليك المصطلحات لكن هو واحد من فروع الميثيونين خد بالك مهم جدا ان هو مهم في عملية ايه عملية انتاج البيض وكل شي اتعلق بعملية انتاج البيض خصوبة بقى نسبة بيض مخصب نسبة بيض يعني بيض اللي صحته كويسة حجم البيضة الصفار صحة الجينات قوة الجينات كل ده موجود بقوة والتأثير موجود بقوة تمام في هذا الحمض باشكاله المختلفة هتلاقيه طبعا في الصيدليات البطارية بشكل معين تمام هو ده اللي انت هستخدمه بس هو باشكاله المختلفة هتلاقي الحمض ده متوفر بشكل كبير جدا تمام دراسات علمية كتيرة جدا اثبتت ان الهايدروكسي انالوج من الميثيونين تمام عنده قيمة حيوية عالية جدا 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 قيمة حيوية عالية جدا جدا يعني قيمة حيوية يعني فيه تأثيرات كبيرة على انتاجية البيضة وعلى الارباح بتاعتك وعلى كفاءة التحويل تمام في القطيع اول ما تستخدم هذا الحمض الاميني تمام يعني هو من اهم وظيفه اصلا ان هو بيعمل عملية تخليق للبروتين تخليق للبروتين البناء للجسم وتكوين بروتينات البيض والريش والانزيمات يعني هو حاجة اساسية تخيل من غيره اصلا فراغ بتاعتك هتعاني واحتمال اصلا ما تبتش لو الاكل بتاعك اللي بتقدمه للطيور ما فهوش الاحماض المهمة دي زي الميثيونين طيور بتاعتك هتعاني واحتمال اصلا ما تبتش احتمال اصلا يعني موضوع انتاج البيض ده بتنسبة لها ما يحصلش تمام لانه هو بيعمل ايه بيكون البروتين بيعمل عملية تخليق البروتين البناء للجسم وتكوين بروتينات بتاعت بيض وريش وانزيمات تمام فهو من وجهة نظر التخليفية فهو مميز جدا ومهم جدا 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 لانتاج البيض وتعزيز صحة ومناعة الطيور مهم على الصعيدة كثيرة 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 حمض اميني اساسي وعشان تفتكر بس دايما بقولك انه الاحماد الامينية قد ايه مهمة لو بصيت حضرتك هتلاقي مثلا لما كنا بنتكلم على حبة البركة نتكلم على بعض النباتات اللي فيها احماض امينية كنت بأكد لك ان هي بتزود انتاج البيض بشكل كبير ودايما بشهد لك بفكرة ان هي فيها احماض امينية فيها حمض اميني يعني دايما كنت بقولك ان دي حاجة اساسية فيها وان هي اللي بتساعد على زيادة الانتاج فمهم ان احنا نستخدمها مهم ان احنا نروح للصيدالية البطارية ونقوله عايزين مثيونين باي شكل موجود عنده غالبا هتلاقي دي ال مثيونين تمام تستخدمه بقى بالجرعات اللي يقولك عليها على حسب التركيز اللي عنده لان فيه تركيزات مختلفة وعلى حسب عدد الطيور اللي عندك وعلى حسب مدى حاجة الطيور اللي عندك ونقص انتاج البيض عندها يعني على حسب عوامل كتيرة جدا لازم تقول للصيدالي البطاري عليها علشان تستخدم الحمض بالشكل المناسب وتاخد منه افضل تأثير علاجي للطيور بتاعتك ده كان الفيديو ما تنسى تعمل لايك على الفيديو اشترك في القناة اتفع على زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة والبأول ونشوفك على الفي خير في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته